اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمحت في كل مرة بتأكيد العزم العميق على إرصال تقاليد جديدة للعمل الإداري تقوم على الإصغال المواطن والتكفل بشغلاته وتخفيف عبء الأجراءات لفائدته ذلك أن وضعه في مركز الأتمام تجاوز الشعارات الرنانة إلى الفعل المجسد في الواقع كما شهدت هذه الورشات تسارعاً خلال الفترة الأخيرة سيما بإدراج السبيل التكنولوجي في إطار استراتيجية وطنية أسس معالمها السيد رئيس الجمهورية لتعميم الرقمنا وعصراً في مختلف الأدوات والإجراءات رغم النتائج المعتبرة المحققة في علاقة هيئة وسيطة الجمهورية بمختلف الإدارات العمومية والتي تجسدت من خلال تجاوب هذه الأخيرة مع مختلف إختاراتنا والذي يحقق تطوراً من سنة أخرى فإن جوهر النقاش والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين خلال هذه اللقاءة الجهوية تمحور أساساً حول السبل الكفيلة بتقديم خدمة عمومية ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن التي مفتئة أن يرتفع سقفها مسائرة لتطور استخدام تكنولوجيات الإعلام والانتصال تجسيداً لمبدأ الإدارة في خدمة المواطن وقصة تحسين مؤشرات جودة خدمة عمومية وعصرنتها من خلال تعزيز أليات الشفافية لتحقيق التواصل بين الإدارة والمواطن فإنه يعد من الضروري تعميم تطبيق مؤشر النجاعة نزاهة الذي تم اعتماده وإطلاقه من طرف السلطة العليا في جويلية 2023 مع مجموعة من القطاعات الوزارية وبعض المؤسسة الموضوعة تحت الوصاية كأداة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة بالقطاع العمومي كما يتعين دعم الإدارات العمومية بأنظمة المراقبة الداخلية وأنظمة المتابعة والتقييم للنشاط الإداري مع ضرورة نشر التقارير الدورية المبنية على مؤشرات قابلة للقياس